السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى سلام مني اليكم اليوم جبت لكم واحدة الوصفة رائعة شهية بسيطة في تحضيرها لي ما كومش حتندموا عليها لي هي سينية الدجاج بالبصل لي بلوند بولي هيد وجدتهم بوحدة طريقة بنينة يحبوها ان شاء الله ولادكم الكبير والصغير كما تشوفوا في الصورة معبره عن نفسها يجيو نقرمشين مبراء وجيو تغيين من داخل يطيبو هايلين نبدو على باركة الهل هنا باول المقادير هنا عندي ليزي بيس ولا التوابل عندي ملح هنا زنجبي المبشور بابخيكا ملعقة كبيرة كمون ملعقة تا قهوة وملعقة بودرة تاعتوم وملعقة بابخيكا يبسا ديك لا فلفل يابس وفلفل اسود ملعقة صغيرة وملعقة شوية كبيرة بلا ما ننساول هنا الاساس تاع الوصفة باش لذيك الدجاج الجيناتري هي الزبادي ولا اليهورت البيضة الطبيعية ونصف عصيرة ليمونة والبصل اللي رح نحطوه في البلات اعنات باش يعطينا هذيك التراوة للبصل وما يتحرق لناش ومبعدي ولي كراميليزي ونضيفوه البلات الملح يتنقعوا واحد لمدة 10 دقائق تعدوا تجبدوهم تنشفوهم باش نوجدو بهم الوصفة الهنا نجيب هذا نجيب السحن اللي رح نوجد فيه الخالي التاعي نحط فيه ثلاث ملاعق تاع الزيت ممكن زيت زيتون لزيت زيت عادية نحط فيه اليوغورت ناتورال نخلطه جيدا مع ذلك الزيت ومبعد نضيفوه كامل التوابل ليهما بابريكا كمون وملعقات على مطارد وملح و القليل من ما بودرت الثوم ممكن تحطوا الثوم العادية وفلفل يابس كما فلفل قناواه هو مرحي نتحصل على واحد المجيز واحد الخاليط رائع مزيج كما كنت تشوفو نضيفو الدجاج انا تقدروا تحطوه يريح في الثلاجة مدة ساعة ولا ساعتين وممكن طيبوه ديركتو ما لكم اختيار على حسب لعندكم الوقت وقد ما يكون يعني الدجاجة ريحة مع مع السلصة تعوح يكون طعمه اشهاء يكون بنيم يبقى لكم الاختيار كما قلت لكم الول ممكن هكا تقدموه معين سوس باربيكيو هكا يتكل وحده الدجاج وممكن تقدموه مع الفريط بطاطا في الفابر كما تحبوه المعلوري مع الكام هناشتوني انا قدمته مع البورول جابنين بزاف انا كما اشتو اني هضفت له هديك نصف عصير ليمون وحطيت هديك البصل في كامل سنيوه هكذا ممكن تدهنوا سنيوه ولا تحطوا لها مفيل لها كتاع زيت اخفيف قدم ما تزيدوا البصل بصلح يعطي هديك تاره ولا للدجاج وراح يخلي هديك الماء فيه مش ما يتحركش وفي نفس الوقت نقدرون في البلاء نقدر نحط ديكور ناكله يجيبني بزاف يجي كارميل يزيج يحايل فقط شوفوا عني عدلته في البلاء نشاعل الفرن على 180 درجة نخليه حوالي مدة الطهي حوالي 20 حتى 30 دقيقة لازم ساعد سخن الفوع نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفة هدي شاهية طيبة جربوها ان شاء الله